الحقيقة النهاردة هنتكلم عن موضوع حيوي جدا وهو موضوع الامراض الجلدية او التغيرات الجلدية اللي بتحصل في جلد السيدة اثناء فترة الحملة جت لنا رسالة من السيدة بتقول ان هي حامل للمرة التالتة وان هي حامل دلوقتي في عمر اربع شهور وان هي لحظة ظهور هرش في جلدها بطريقة جامدة جدا وان الهرش ده كان موجود في الحملين السابقين لكن كان بيجي دايما في اخر شهر او شهرين فبتسأل ايه اسباب هذا الهرش وازاي هي ممكن تقدر تعالجه الحقيقة علشان نرد على صاحبة هذا الاستفسار فبنقول لها ان الحقيقة في اسناء فترة الحمل في تغيرات هرمونية كثيرة جدا بتحصل في الجسم وفي تغيرات بتحصل في الجلد بصفة عامة فمثلا بنلاقي ان في زيادة الاستباغ او غمقان معين في ملاطم محددة من الجسم بتظهر في البطن او في السديين بنلاقي ايضا ان الجسم كمية العرق بتزيد في معظم احاق الجسم معادة باطل اليدين ايضا بنلاقي ان في تغيرات فسيولوجية بتحصل مثلا زي ظهور الشعر في اماكن مختلفة من الجسم بتختفي بعد الولادة ايضا بنلاقي انه ممكن تحصل دوالي في الرجل او في الرجلين الاثنين او ممكن تحصل مرض زي البوسير اللي بيختفي ايضا بعد الولادة وهكذا ممكن تغيرات تانية بنلاقيها مثلا زي ظهور بعض التغيرات بالنسبة للحمل زي مثلا ممكن تلاقي فيه ورم بيظهر في اللثة بنسميه ورم اللثة المصاح للحمل وده بيكون ورم ده مجبير جدا في لثة هذه السيدة الحمل مجرد ما انها بتولد هذا الورم بيختفي انما احنا بنتكلم عن التغيرات المرضية فبنقول ان فيه تغيرات بتحصل في الجلد اثناء فترة الحمل لكن هذه التغيرات لا بد ان احنا نشوف النواحي المرضية عشان نقدر نشوف الحالات البسيطة ففيه من ضمن الامراض اللي ممكن تصيب السيدة اثناء الحمل اللي هو مرض بنسميه هربس الحمل والحقيقة هربس الحمل بالرغم انه من الامراض القليلة الحدوثة او النادرة لكن ده مرض من امراض المناعة الذاتية اللي فيه بلاقي الجسم بتظهر طفح جلدي متعدد الاشكال ما بين هرش ما بين بعض البقع الجلدية ما بين الحويصلات ما بين الزوائد الجلدية وهكذا وان هذا الهربس بيكون منط من امراض المناعة الذاتية بمعنى ان الجسم بيعتبر الجنين اللي موجود جواه كجسم غريب عليه وبيحاول انه يطرده والحسن الحظ ان هذا المرض من امراض نادرة الحدوث لانه بيمثل خطورة على حياة الطفل وحياة الامر ايضا في مرض تاني بنسميه الطفح القوباوي هذا الطفح بيكون عبارة عن الجسم كله طفح كامل بخلايا صديدية غير بكترية الاقي الجسم مليان خلايا صديدية غير بكترية لما اخذ هذه الخلايا صديدية احللها ما بلايش اي نوع معين من انواع البكترية وهذا المرض يشبه الى حد كبير مرض الصدفية وعشان كده لما بنلاقي التشريح النسيج لهذا المرض باي جزء من الجلد ايا يكون بنلاقي تركيب الجلد يشبه الى حد كبير تركيب الصدفية وبنلاقي قصة الصدفية موجودة في داخل هذه العائلة وايضا نحسن الحظ ان هذا المرض من الامراض القليلة الحدوث او النادرة لان هذا المرض ليمس الخطر على حياة الام وحياة الطفل لكن علشان اقولك في بعض الامراض التانية اللي بتحصل وبتبقى شائعة زي مثلا بلاقي حاجة اسمها الطفح السام الاقي هرش جامل جدا موجود في داخل الجلد كل الست ما بتحصل حمل الهرش ده بيقرب على الشهور الاولى ده مرض من الامراض اللي سهل السيطرة عليها ايضا في مرض تاني بلاقي اللي هو عبارة عن الطفح الجلدي الارتكاري مع الهرش بمعنى بلاقي بقعة ارتكارية موجودة في الجسم اللي هي عبارة عن ارتفاعات في داخل الجلد في خلال ساعات قليلة تختفي وتنتقل الى مكان اخر وتنصر ويبتدي الدروس يحصل فيها وهكذا ده نوع تاني من الطفح الجلدي ايضا بلاقي في نوع تاني من الهرش اللي بيحصل اللي هو بيكون عبارة عن الهرش الحلقي بلاقي الجسم بلاقي فيه عبارة عن قشور على هيئة حلقات مبوضة في منطقة الجزء من الأمام أو من الخلف وهذه القشور كبيرة قد تكون صغيرة 3 سنطي في كدرها أو قد تكون كبيرة تصل إلى 38 سنطي في كدرها أي أن تكون أنا قلت هذه الصورة عشان أقول لك عزيز الأم أن في تغيرات تحصل في الجلد في تغيرات مرادية وفي تغيرات غير مرادية وأن في أنواع كثيرة جدا من التغيرات المرادية اللي السهلة نحن نسيطر عليها ونحن نعليقها المطلوب منك عزيز الأم أن نحن نشخص الحالة بتاعتك أي نوع من هذه الأمراض الجلدية اللي حصلت هل هو تغير الهرش الفيسيولوجي المصاحب للحمل اللي هو مجرد الاستشارة الطبية البسيطة وبعض المهدئات الموضعية أو الكريمات الموضعية تزير والهل هو من الحالة المتطورة اللي هي ناتجة عن الحالات اللي هي بتيجي مع تكرار الحمل نحاول إلى حد أمان أن نشخص الحالة ندل العلاج المناسب نستخدم الصابون المناسب نريح المريضة بتنحن نفسية المناسبة علشان الحمل يمر إلى بحر الأمان وبعد كده بنديك نصائح عامة بعد كده فمثلا في بعض الحالات من الهرش اللي هي بيقول أن الهرش بيرجع مع استخدام حبوب من الحمل ففي الحالة دي بعد الولادة بنقول لك عزيز الأم أنك تستخدمي وسيلة أخرى دون استخدام هذه الحبوب بالنسبة لك وهكذا هل المطلوب منك عزيز الأم أنك تستشيري أخرى بطبيب ذيكي وهو هيديك العلاج المناسب علشان تقدر يتعدي هذه الفترة على أمان شكرا